وصلت الميليشيات إلى مديرية الصلوة لكن لم تكن هذه هي النتيجة التي أرادتها فحضور الجيش الوطني وتصدي لمحاولة السيطرة على المديرية أفسد أهدافها كل هذه البسافات التي قطعتها إلى هذا المكان باءت بالفشلة ولم تلقى سوى صورة أخرى من فكرة الترحيب والحفاوة لكن على طريقة مختلفة أيضا تم السيطرة على منطقة الصلوة وهذه كما ترون الغلائم غلائم الحرب من الميليشيات المقلوح والحوثي التفوق في الجبهات بالنسبة للجيش الوطني لا يمنح الميليشيا سوى فرصة إضافية للنيل من المنطقة بالقصف والقنص والتهجير وهو الأمر الذي دأبت عليه جماعة الحوثي بالانتقام في جبهة تعز بقتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم كما يحدث في مديرية الصلوة جنوب شرق محافظة تعز حيث استشهدت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما برصاص قناص وفي عزلة الأحكوم القريبة من الصلوة هجرت الميليشيا أهالي منطقة النجيد في قرية الأكبوش كما أمهلت أهالي القرى المجاورة للأكبوش 24 ساعة لترك مساكنهم استولى الإضطراب على الميليشيا إذن بعد ضربات عنيفة تلقتها في جبهات بريف المحافظة والمدينة فالشعور بالخسارة التي تلقتها خلال الأيام القليلة الماضية لم يمكنها حتى من القدرة على محاولة إعادة ترتيب صفوفها فكل المؤشرات تؤكد أن عودة الميليشيا ولو إلى مستوى متقدم من حالتها السابقة بعيد الاحتمال لذلك يكسر جهدها في محاولة اختراق الجبهات في مديرية صالة وثعبات شرق المدينة وفي الجبهة الغربية أيضا تحاول العودة إلى منطقة الضباب بحسب تصريحات لمصادر عسكرية في الجيش الوطني يحدث ذلك في تكثيف قصف الميليشيا على هذه المناطق والجبهات بغرض إحداث تقدم لكن حرب الميليشيا لم تثمر سوى سقوط المزيد من الضحايا والجرحة فمذاق الهزائم التي تلاحق الجماعة الإنقلابية مر بل يجعلها ترتكب أي شيء بمقدورها أن تفعله بدافع الانتقام